اشتركوا في القناة إلا إلى مزيد من التصعيد ومزيد من الحروب لأنه يقول أنه قادم لمحاربة الحركات الإرهابية ومعنى ذلك سيكون مزيد من القتال على الساحة العراقية والسورية واليمنية للتخلص من الحركات الإرهابية الموجودة في هذه المناطق البعض رأى أن ترامب لم يأتي من النادي السياسي باعتباره رجل أعمال غامض ورأى آخرون أن تركيزه في خطابه على محاربة الإرهاب الدولي سيزيد من القتال على الساحة العراقية والسورية واليمنية للتخلص من الحركات الإرهابية الموجودة في هذه المناطق الرجل لم يأتي من النادي السياسي لرئاسة الولايات المتحدة كان رجل أعمال وأيضا لديه تصرفات يصفها الكثيرون بأنها غامضة على كل حال في خطاب القسم الذي ألقاه أمس عند تسلمه مفاتيح البيت الأبيض لم يتحدث بشيء خارج السياق هو تحدث عن عظمة الولايات المتحدة أنه سيعيد هذه العظمة لهذه الدولة الكبيرة هو تحدث عن أمريكا أولا تحدث عن فرص العمل تحدث عن الاقتصاد بالأمس ترامب تولى المنصب في أهم مركز قرار فيه على وجه الأرض يعني كان خطابه مطابقا تقريبا لتصريحاته في حملة الانتخابية يعني هذا الخطاب كان واضح أنه يريد يعني كما قال أن يعيد لأمريكا هيبتها وهو خطاب عزالي يركز على الداخل بشكل كبير جدا ولكن أيضا له سياسة دولية سيركز عليها كما أشار فات بالتركيز على أنه سيحارب الإرهاب الدولي الذي وصفه بالإرهاب الإسلام الراديكالي أما في العراق مختصون وإعلاميون تفائلوا بالسياسة الجديدة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عبر عنها قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية الاستثمار في العراق التغيير في العراق قادة بوش وقادة الحزب الجمهوري الولايات المتحدة دفعت الكثير للعراق إن كان أموال وإن كان حتى من دماء أبنائها هذا الاستثمار هذه التضحيات في العراق هذه الخسائر التي تعرضت عليها في العراق لا تستطيع أن تتخلى عنها في يوم وليلة إذن دخول الولايات المتحدة إلى العراق الاهتمام بالملف العراقي قد يكون مختلف هذه المرة لكن بالنهاية لن يترك العراق بل سيكون هناك دور أمريكي أوسع وأقوى داخل العراق البعض بتصريحاتهم أشاروا إلى أن الدور الأمريكي في دعم الجيش العراقي بالأسلحة ضد الجماعات الإرهابية سيؤدي إلى تحسين الدور الاستشاري للجيش العراقي وللمجموعات الأمريكية الرئيس ترامب والإدارة الجديدة على القضاء على داعش معنى دعم الجيش العراقي وتحسين الدور الاستشاري للمجموعات الأمريكية مع الجيش العراقي ثانياً هناك احتمالات أن يجري التسريع بتزويد العراق بالأسلحة الأمريكية المتأخرة وخصوصاً طائرات الف سكستين والدبابات الأبرامز وبقية الأسلحة التقنية الرفيعة علاوة على احتمال أن يجري استخدام المعلومات التكنولوجية والاستخبارية بشكل أفضل للعراق يذكر أن ترامب صرح أن زعزعة الشرق الأوسط بالكامل بدأت من الحرب في العراق تحديداً معتبراً قرار واشنطن بالتدخل في العراق أسوأ قرار اتخذته الحكومة الأمريكية اشتركوا في القناة